غضب شديد واستياء كبير عبر عنه الأساتذة المعوضون في وقفة احتجاجية بمقر المدوبية الجهوية واحد بصفاقص استياء من عدم تسوية وضعيتهم لافتات عبرت عن مشاكلهم وهتافات جسدت معاناتهم متمسكين بالإدماج واعتباره حق وليس فضل من الجهة المسؤولة احنا نطالبه للوزارة لإدماج بإدماجنا العبيد الكل كيف 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 ما لعمل الشهر كيف ما لعمل العامين كيف ما لعمل الثلاثة علش كان السادة المعوضين هما لوقفة قدامهم الثناية الكل وتسكرت في وجوههم البيبيبان حاشنا كان بحاشة كهو ما تيدمجونا على مراحلة في مشاكل كيف ما عملوا للمعالمين يا أخي احنا ما هنش كيف المعالمين تجاوزت الوقف الاحتجاجي البهو الخارجي لمندوبية لتصل إلى أروقتها الداخلية رافعين بذلك الشعارات تطالب بحقهم في الإدماج وهتافات حماسية تعبر عن غضبهم من مواقف الجهة المسكولة تساؤلات عديدة طرح أهل أساتذة المعوضون ونقاط استفهام يجهلون وضوحها في حين اعتبر المندوب الجهوي باسفاقص أن وضعية الأساتذة المعوضين واضحة وليس فيها لبس النواب اللي قاموا بتدريس ما تتكلفوا بتدريس في المؤسسات التربوية عددي وثانوي طالبوا بتسويت وضعياتهم على غرار ما تم اعتماده بالنسبة للنيابات اللي صارت في التعليم الأساسي وبالتالي توضع الموضوع على طولت وزارة التربية وتم الاتفاق مع نقاب التعليم الثاني وعلى أساس انتداب كل من درس لمدة سنتين بداية من 2010 إلى 2013 قارونا من ثلاثة جوان قارونا فم مقائمة باش طهبط فم الميتين وستة وثمانين باش ندبجوهم وبعد فم تسوية وضعية البقية على هذا الأساس بالفعل السنة تم دعوة كل من توفرت فيه هذه الشروط هذه المقاييس اللي متمثلة في عدد من الأشهر اللي هو تقدر بـ 18 شهر وتم دعوتهم وانتدابهم بالفعل في هذا الاتجاه عملا بمجاء في هذا الاتفاق وين هي الاتفاقية أصلا؟ وين هي القائمة اللي تقول عليها؟ قلت بي هبتهينا في الأدينات أتطهبت؟ هي في الواقع القائمة ماشي يقع عرضها للمهمة في الواقع لأن القائمة توجهت المندوبية الجهوية ودخلت في إطار الانتداب تشمل عدد من النواب اللي بالفعل توفرت فيهم الشروط هو الأمر ما يطلبش أنه وين يلقاوه نحنا موجودة عنا الأسماء وفي كل حالات إذا كانوا ثم منهم أنه يرغب بشي يطلع يندرأ اسمه ما نصورش أن المسألة مش تكون معانتها محاطة بغموض لأنه الكلنا الكلهم يعرفوهم والعدد مش كبير يسر معانتها ذي كان نحنا نقوله 17 17 مش يقع دعوتهم الإدارة الجهوية سبتوا حد ما تخدمش يكلموا فيهم برتيليفون فهمت إيجيوا أخوذوا الكونفوكاسيون بتاعكم راكم مش تعملوا فورمانسيون معانا ما عانا حتى إيدي كيفاش اخذيو شنوما المقاييس اللي عملوهم ما عانا حتى إيدي والله بصراحة في النقاط هذه أنا نقول هي دعوة للكل على خطر اللي نعيشين ونحنا كإدارة عملية التشكيك وقلت الثقة هذه اللي زادت خليت التوتر يتواصل وربما يخلي لأكثر الناس جرأة للتطاول ماذا بي نحنا نتحاول في إطار موضوعي وحضاري وكذا نتفهم في النقاط هذه بأسلوب ليق للنس كل نقول أنا على الأقل نحيوها لجنب التشكيك ونطرح المسائل في إطارها وما يقاو عنها كان الإجابة الصحيحة وما عنيش من خبيوه ما ثميش لا تليفونة تقامت معانتها بطريقة معانتها كما تصوراه هما سرية وإلا ثم نوع من المحابات لأن المسائل الذية مطروحة الجميع وفي إطار الشفافية التامة وكل من عنده بالفعل حق ياخذوا ما فيش حتى شك تعتبر مشكلة الأساتذة المعوذون جزءا من المشاكل التي يعيشها قطاع التعليم أصوات تنادي بتسوية وضعيتهم مقابل مواقف من الجهة المسؤولة لا تشفي غليله ترجمة نانسي قنقر